اتكلمنا قبل كده عن التكون وعن العوامل المؤثرة فيه وعن وعن أخذها لما أحب يواجه حالة طيب هنا بقى عايزين نتكلم على اللي هو زي بيقول دايما الوقاية خيرة من العلاج فأنا عاوز أخذ الأكشنز الوقائية اللي يتجنبني الوقوع في حالة دفرنشل أصل اللي عايز أخش على فأنا عاوز أتجنب الحالة أصلا من أولا فنعمل إيه؟ نبدأ من عند أو من عند تحديدا فلازم أنا أقلل من التغيير في الماضي ويخلي دايما الماضي ويت بالنسبة لي أقل لماضي ويت ممكن ها أحسن لك أصلا في تبير بشكل عام يعني كباست براكتوس نحن نخلي الماضي ويت أقل ما يمكن اللي بس الماضي ويت الكافي اللي يعمل استابلتي في الهول ويحافظ على الويل كنترول بتاعي الزيادة في الماضي ويت والمبلغة فيه ما بتعتبرش إجراء سليم في الهول فدي أول إجراء ويقائق أتخذوه إيه تاني؟ هو أن أنا دايما أرأي بحالة أو أداء Solid Control Equipment عشان أتجنب موجود solid بدون داعي في الطفلة solid بدون داعي يعني ماضي ويت إضافي بدون تعمل هذا دعما هيخليني في الآخر أقع في مشكلة مع الماضي ويت رغم أن أنا أصلا متعمد أن أنا أجنت مخطط أن أشتغل ماضي ويت معين زاد بسبب مشاكل في Solid Control Equipment حتة أن أنا أحدد كيسينج بوينت أختارها بعناية جزء من اختيار كيسينج بوينت النقطة اللي هنزل عندها بالكيسينج هو أن أنا أتجنب مشاكل الـ يعني مش شرط يكون القرار بتاع الكيسينج له علاقة بلول كنترول بس أو له علاقة باللوصص مناطق اللوصص بس لأ ممكن كمان يكون جزءا من القرار هو أن أنا مش عايز أزود ماضي ويت بزيادة فعينها عم مش هيكسر حتة تانية في الهول كما هو معروف بطريقة اختيار كمكان الكيسينج ولكن برضو أنا عاوز أتجنب إن زيادة ماضي ويت بسبب Deep Sections ما تأثرش على حالة في أجزاء شلور شوية كذلك الطفلة بتاعتي ينبغي أن أنا أرائب كويس جدا الـ Fluid Losses تبقى Within Limits محددة وأبدأ أستخدم إجراءات مبكرة للحد من الـ Water Loss الـ Water Loss هو ده فعلي زيادة في فيلتر كيك كذلك أخلي عندي دايما في إجراء احتياطي إن أخلي عندي Releasing Pill Chemicals يعني Stock دايما عندي من Releasing Pill عشان أحتاجها لو أحتاجتها يعني أستخدمها بشكل مناسب عندي حدود حالة فإنشاءها بشكل مبكر كمان بالدرج String بتاعي أتجنب بقى مناطق طويلة Unstabilized فوجود الـ Stabilizers هنا عنصر مهم قد تكون الـ Stabilizers ممكن بتأثر على Filter Cake إنها ممكن بتخربج فيها وبتاكل فيها ولكن هي بتبعد للـ String عن جدار البير فينبغي مراعاة ده بالـ String Design كذلك Connection Time إن أنا كل ما قللت وقت الـ Connection كل مكان أفضل لأنه وقوف مدة من الزمن ممكن يؤدي إلى حدود حالة الـ String وبالتالي بيحتاج إن أنا بسرعة أحرك الـ String وهنا بيبانا بعض الأحيان كده في بعض الـ Formations لما يكون فيه مخاطر عالية من حيث الـ String ساعات بيبقى الـ Recommendation بعد الـ Connection ابدأ الأول حرك الـ String وبعدها شغل الـ Pump هو بيخاف إن إحنا نشغل الـ Pump بالطبيعي إن إحنا نشغل الـ Pump في البداية أول ما أربط طوب درائف يعني أو أربط الـ String بتاعي بشغل الـ Pump على تشغيل الـ Control فأحياناً بنخالف هذا الإجراء بناخد إجراء آخر هو إن إحنا بنأخر تشغيل الـ Pump لحد ما ياخد Free في الـ String علشان أضمن الحركة الأول لأن تشغيل الـ Pump يؤدي إلى زيادة في الـ Over Balance وبالتالي يؤدي إلى الـ Differential كان بيتكون فلما أخد Free الأول يبقى أنا كده معي ضبنت الـ String Free معي بعد كده شغيل الـ Pump يبقى كده الدنيا عندي هتبقى تماماً وكذلك طبعاً تقلل بقى كل الـ Static Time مش بس الـ Connection Time كمان أوقات الصيانات أوقات الشغل بالـ String واقف في الـ Beer لازم إن أنا أتجنب للموضوع ده وقت إن أنا مثلاً أنا مقبل على حاجة معينة حاملة في الـ Hall هتأخذ وقت فلازم أطلع بالـ String في مسافة آمنة ويفضل طبعاً أن تكون الـ String عندي كسينج شو على أساس أن يكون بعيد على الـ Open Hall فما يستقش وكذلك قريب من الـ Open Hall فلو أحب أن ينزل بحالة الـ Control لقدر الله في عندي بقى String بيحصل له running في الـ Hall ويكون في رسك عالي جداً من حيث الـ Differential Stock اللي هو String وينازل بالـ Casing بيعندي كذا مشكلة يعني خلي الموضوع مؤلئ من ناحية الـ Differential Stock أول نقطة هو إن الـ Casing Pipes بتبقى دايماً قريبة من جدار الـ Beer لأنه طبعاً هو اللي هو بيبقى الـ Clearance ما بين جدار المصورة و جدار الـ Beer بتبقى حاجة قليلة جداً وهنا يبقى بالنسبة لي إن في قبلية أنه ممكن يقرب من جدار الـ Beer بعض النقط وتضيف رده طبعاً بقى الزوايا وتضيف رده لأنه يكونش بـ Center فدي أول إيه؟ أول نقطة فنا عندي String قريب من جدار الـ Beer طبعاً نقطة تانية هي إيه؟ هو إن أنا عندي هذا مش فيه قطعة سلك هو كله سلك أصلاً هو كله سلك أملس فسهل جداً إنه إيه؟ إنه حتى لما يعني يوقف أو يستق هيبقى المساحة كبيرة مساحة التنمسة تبقى كبيرة جداً فسترينج أملس وسترينج قريب من جدار الـ Beer وضيف لده بقى حضرتك إنه بيبقى حركة الحفار أو اللي بيعمل روننج للكيسنج وبتبقى حركة محدودة غير لو عنده سترينج بمعنى لو حاب ياخد First Action هيعمل إيه آخر؟ أخصر حاجة هيطلع أو هينزل هيتحرك لفوق أو رتحت بس بالمتاح عكس لسترينج ده معك حيال معك Up و Down معك ممكن تشتغل بالـ Pump شوية ممكن تعوز تحفل بتاع الكلام ده كله في بعض الحاجات يعني بعض هذه الإجراءات في الكيسج مش متاحة فده بيخلي إنه زي بنقول إنه تبقى إيدي الحفار متكتفة شوية مع الكيسنج فأسباب دي تخلي إن جوب الكيسنج بيبقى جوب كريتكال ونضيف ليه كمان إنه أحيانا بيبقى الـ Analyst فيه cutting مهما نظفت في الـ Analyst أحيانا بيبقى فيه cutting فcutting مزود المضويت وكذلك string ورائبين قدار البير ومعاك string ده نفسه أملس والحيال بتاعة الحفار أو الـ Action اللي بيديه الحفار مش كبيرة وبالتالي ده يؤدي في النهاية لأنه string الكيسنج من أكتر الحالات أو الـ Operations اللي بيقى فيها رزق على differential stock